السيد الوزير المحترم مرحبا بك في هذه الندوة التي تنعقد عقب اجتماع مجلس الحكومة حضرت السيدات والسادة رجال والنساء الصحافة والإعلام سعيد باللقاء بكم في هذا في هذه الندوة التي تنعقد كما سبقا قلت مباشرة بعد انعقاد مجلس الحكومة انعقد يومه الخميس مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنش خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوصي القانونية والطلاع على اتفاق دولي وفي مستهل هذا الاجتماع قدم سيد محمد مهدي بن سعيد وزير شباب والثقافة والتواصل عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي وفي هذا الإطار تطرق السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآطار والجيولوجيا العالمية مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادقة عليها من طرف المملكة ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسسات للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 والارتقاء بالطراث التقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الطروة ومناصب الشغل بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما فيما يخص الصناعات التقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جلوش 22-92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها قدمه سيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88-17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ولا سيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوطائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوطائق المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 8817 السالي في الدكر مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوطائق الأخرى إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 24295 بتغيير المرسوم رقم جوج 77862 بتاريخ 25 من شوال 1397 سعود أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادقة عليها بالظهير الشريف بمتابة قانون رقم 177330 الصادر في 25 من شوال 1397 سعود أكتوبر 1977 قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ويأتي هذا المشروع من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستداع على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمرك وذلك عبر حدف إلزامية الإدلاء بسند الإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور وذلك لكون البضائع المراضي نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأول بضمان كفالة معتمدة ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوّة له تصريح التفويت الذي بموجبه يصف حساب المستودع الأصلي المشمول أيضا بكفالة معتمدة وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إداراتهما الجمركيتين الموقعة بالدخل في 25 يلاير 2024 ومشروع القانون رقم 0824 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما السيد ناصر بوريطة وزير الشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي ومغارب المقيمين بالخارج ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين المساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي مروا الأسئلة سيد الوزير هل ستشرع الحكومة في رفع الدعم عن غاز البوطان مع بداية شهر أبريل؟ شكرا صحيح طيبة سيد الوزير السلام عليكم رمضان مبارك كريم فقط في نفس سياق سؤال حول ما هي الإجراءات لأن الحكومة كانت قلت بأنه ثلاثة أشهر الأولى سيكون دعم طبعا كانت دعم المباشر للأسر صرفة في الأجال الأجندة الملكية المحددة ولكن نحن على أعتاب شهر أبريل بداية الأسبوع القادم شنو غادي يكون ولا واش الوضعية جاهزة أن الحكومة سرفع الدعم أم أنها ما زال غادي تقدر تستمر في أنها تدعم البوطان وتأجل القرار ربما شنو غادي تشدر أتي أن يفات الصدد هذا الرفع الدعم شكرا شكرا سيد وزير بعد هذا الأمطار الخير الأخيرة بغينا نعرفه على الوضعية ديال السدود ثم الحالة المائية ديال البلاد هل هادي الأمطار نافعة للفلاحة المغربية ويمكن يمكن نقوله أن العام سؤال لسيد أبو جليل سيد أبو جليل واحد الكريتة ديال الحديثة ديال الآزلة هاد الحواديثة دي والتي عندنا تقلق والتي تقلق بزاب لأن تيبشو فيها الأرواح ما هي الأرض كيف هاد الحكومة ستعالج هاد المشكل سيد وزير مآل حوار الاجتماعي نريد أن نعرف مستجدات في هذا الأمر الوقع التوافق ما بينكم بين النقابات حول هجمنا من الملفات المطلبية منها إصلاح التقعود، قانونة نظيم الإضراب، رفع الأجور بصفة عامة تخفيض الضربة على الدخل بسبب الأجراء والمضافين سؤالي الثاني الموجهة سيد الوزير سعب جليل أنه قع دجة حول اجتياز رخص الصياقة ونعرفه واش الإشكال كان في الوزارة اللي عطا تعليمات المسؤولين باش يتبقوا واحد النظام جديد في الامتحان أما نأمر فيه إشعاء أما ما يصحة هذا الخبر وهل بحقيقة الوزارة عندها آليات لاختبار مثلا الالكول بسبب الحوادث السيد لأنه كان في الصابع كانت واحد تتفقى ما عرفنا شو المعادة لها واش نغت تعالجوا قضية الحوادث النقل المزدوج مزارعين مزارعة كثير ماتوا وما نعرفه في التنسيخ مع وزارة الداخلية واش تخليطوا شيء قرار فدشان واشكرا مرحبا سيد الوزيرين ورمضان كريم سؤالي مجالي سيد وزير النقل تماما لما ذكره زميلي السابق عبر مجموعة من المواطنين المغاربة المرشحين اجتياز امتحاني لرخصة السياقة عن استيائهم من نظام جديد الامتحاني لهذه الرخصة طبيعة الحال نتقده طبيعة تنزيل هذا النظام الجديد وكذلك حتى المهانين عبره عن استيائهم بسبب هذا الطريق هو الذي تسبب طبيعة الحال في نسبة كبيرة من رسو السؤال موجه لكم سيد وزير كيف تخططون وزارتكم لتدارك هذا الأمر وما أي خططكم للتعامل مع هذه الإشكالية في المستقبل شكرا شكرا على الالتزام بالسؤال تحية طيبة محمد فرنان تلك العربي سؤالي إلى سيد وزير النقل بين الفيناء والأخرى تنتشر فيديوهات على مواقع التواصل الجماعي وتتق اعتداءات على سائق تطبيقات النقل سؤالي هنا هل هذا الميلف تناقشه الوزارة يعني هل مطروح داخل الوزارة وهل تعتزم الوزارة الترخيص للتطبيقات المتخصصة في النقل خصوصا وأننا مقبلون على استحقاقات مهمة نحتاج ربما هذه التطبيقات في إيصال السياح وإيصال الوفيدين عن المغرب وشكرا مساء الخير سيدان الوزيرين رمضان كريم سيد الوزير ما مآل زيادة التي قررت الحكومة فيما يتعلق بأجور أساتذات التربية الوطنية سؤال سيد الوزير النقل يتعلق بمآل أيضا مشروع قانون لمقايسة لأسعار نقل طرقي أين وصل هذا المشروع شكرا تحية طيبة سيدان الوزيرين نامرين بوتورات من إذاعة الوطنية سؤالي الأول سيد وزير النقل عطفا على أسئلة زملاء السابقة بخصوص امتحان نيل شهادة السياقة الإعلان على الصيغة الجديدة والبنك الجديد الأسئلة كان قبل مدة سؤالي هو وش كانت هناك مواكبة للمدارس السياقة بعد هذا السياق الجديد خصوصاً أن العديد من الناس اللي رسبوه يقولوا بأنهم تم تدريسهم حسب النمط القديم يعني يبقوا في الوزابليكاسيون القدام وفي النمط القديم من الأسئلة اللي تعلموا به أو اللي كان خدوا فيه النصوص النظرية في وقت اللي في النهار ديال الامتحان لقوا واحد النمط الجديد وش ما كان هناك مواكبة أو مراقبة لمدارس تعليم السياقة سؤالي لسيد الوزير بيتاس بخصوص الدعم الاجتماعي العديد من المواطنين اشتكوا في الفترة الأخيرة من أن كان فيهم اللي ما بقاش عنده آموا تضامن وكان فيهم اللي مشالوا الدعم المباشر بعد مراجعة المؤشرات ما حقيقة هذا الأمر سيد الوزير وكيفاش كتم المواكبة ديال الدعم يعني مواطن في شهر 12 كان عنده الحق في الدعم يفجأ في شهر جوج بأنه ما بقاش عنده الحق يعني شنو اللي غايكون تبدل بيا أنه ما كانش عنده الحق في شهر 12 يا أنه حرم منه في شهر جوج وشكرا مرحبا سيد الوزيرين فاطم زرابو عزيز من وكالة الأنبع الإسبانية لدي سؤال سيد وزير النقل في سياق الاحتجاجات التي يعني احتجاجات المزارعين في أوروبا وخصا في إسبانيا المهنيون للنقل شركات النقل الدولية تتكلموا على وجود وساطات وداء بنا نعرفه فين وصلات الوساطات وأيضا إذا قمتم بحصر الخسائر التي تعرضت لها شركات النقل الدولية شكرا شكرا مساء الخير لسيدنا الوزيرين هشام أهل جيم وقعبود عرفت بلادنا مؤخرا تساقطت مطاريا مهمة وأكيد أن بعض الإجراءات لتخطتها الحكومة في السابق من قبيل إغلاق الحمامات ومنع زراعة الأفوكا في عدد من المناطق الفلاحية ومنع بعض الضيهات الفلاحية من الساقي عبر من بعض الأنهار والسدود بنا نعرفه وش الحكومة اليوم كنت تفكر في التراجع مثلا على قرار إغلاق الحمامات أو قرار الساقي المساعات الخضراء وشكرا السيد الوزير عندي سؤال السيد الوزير فيما يتعلق تزامنا مع انتلاق جوارات الحوار الاجتماعي تروج بعض الوثائق من سوبة الحكومة في السيناريوات حول إصلاح النمات تقاعد يعني بغينا نعرفه شنو هي السيناريوات اللي متروحة حاليا بشكل رسمي اللي تتقدم المركزات النقبية عندي سؤال موجه للسيد الوزير النقل السؤال وحول أسباب فشل استراتيجية وطنية السلامة الطرقية ومهما ما صير صفقة الرادارات التي تكلفت 30 مليار سنتيم وأثبت تقرير المجلس على الحسابات أنها رادارات غير صالحة للاستعمال شكرا شكرا حضرت السيدات والسادة يمكن نعطي الكلمة لسيد الوزير في البداية للتفاعل مع أسئلة الخاصة بقطع النقل لا أعود للتفاعل مع القضايا ذات الطبيعة الوطنية تضلوا سيد الوزير السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لا أستطيع أن نجاوب يعني بتقع على كل سؤال ولكن أسئلة دي لكم جاوب في القضية دي الحوادث السير خاصة النقل المزدوج والنقل دي العاملين الفلاحيين هذه القضية دي الامتحان النظري دي البنك الأسئلة التي تغير بصفة عامة الاستراتيجية الوطنية دي السلامة الطرقية مسألة دي النقل عبر التطبيقات نقطع لسفقة الرادارات حقيقة لا يعني شبه هذه رأيها مدقة خابة عشنا نقدر نجاوب عليها وفين وصلنا في القانون دي المقايسة وأيضا القضية دي الاحتجاجات دي المزارعين اللي ضرت بالنقل الدولي المغربي غادي نبدأ بالقضية دي الامتحان النظري اللي هو موضوع الساعة هذا الامتحان النظري جديد ما خصناش نشوفوه كامتحان هو حقيقة ورش دي الإصلاح دي المنظومة التعليمية ككل كيفاش الناس اللي تنعطيهم البرمي تتعلموا يسوقو وهذا بغير باش نذكر داخل في الاستراتيجية الوطنية ديال 2017 اللي كانت مدني على خمسة ديال الدعامات واحدة الدعامة هي الدعامة اللي تتعلق بالعنصر البشري واللي فيها ثلاثة ديال الأوراش ورش ديال التكوين ورش ديال التحسيس وورش ديال المراقبة فهذا المشروع هذا راح بدأ في سنة 2020 تطبيقان للاستراتيجية الوطنية واستغرق تقريبا واحد سنتين ديال العمل داخل الوكلة الوطنية بعد ما تتحدث واستغرق تقريبا استغرق سنة ديال المفاوضات مع المؤسسات ديال التكوين ولا ديال لزوتوا يكل باش وصلنا العمل به يوم الاثنين الماضي النتائج ديال اليوم الأول بالطبع كانت جد ضائلة في النجاح هنا بغي تغنى يعني نقول للناس اللي دوزوا الانتحان هذك اليوم الاثنين بأنه هورا غادي تعطاهم الفرصة باش يعود يدوزوا الانتحان بلا ما يتحسب لهم هذك النار لأنه يوم الاثنين كانت أول مرة استعمال ديال البنك وقمنا بتحليل ديال الأجوبة وفهمنا منين جاي الخلال وصلحنا واللغد له النسبة ديال النجاح طلعت الـ 35% بارح وصلنا الـ 40% كل نهارة نديره تقييم الوكالة تعمل تقييم واليوم في الغالي بغادي نوصله الـ 55% من هنا لآخر الأسبوع بغادي نوصله للنتيجات ديال النجاح المعتاد في النظاري قضية أخرى اللي يريد نقول هو أنه هذا ماشي غير امتحان لأنه كان واحد المواكبة ديال التكوين من طرف الوكالة اللي وضعت منصة لتكوين اللي موضوع رهن الإشارة ديال المؤسسة ديال التعليم واللي قد يمكن أيضا المتحينين والمتدربين يستعملوها يا إما داخل المؤسسة يا إما عبر الحاسوب عندهم أو في سيبير أو أي حاجة وهذا بهدف يعني تحسين تكوين باش السائق ماشي يكون تعرف غير شنو معنت البلاكات ديالستين ولا هنا شنو معنت ستوب ولا شنو هما المخالفات خصنا نبنيوا واحد السائقين جدد نقولوا اللي تفهموا منين جاين هاد القوانين ويكون عندهم واحد الفهم عميق ديال المسؤولية ديالهم وديال سلامة طرقية العوامل اللي تت يعني يمكن لها تأضطر على السلامة الطرقية الهدف بالطبع المنشود الأخير هو التقليص من حوادية السائر في المغرب وهنا قدي نرجع للقضية ديال الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية كان عندها هدف طموح وهو في ظرف عشر سنوات تقليص بنصف في المئة بخمسين في المئة بالنصف ديال عدد الموتى على الطرقات المغرب حقيقة هاد الهدف ما توصلنا لهش يوم اللي تنتكلم فيه احنا في واحد الاستقرار ديال العدد ديال الموتى المغرب غير يعني بلادنا ما ما مطمئناش بهذا المستوى هذا وهذا غير يعني ماشي هو المغرب اللي بغينا لأنه من اللي تنشوفه تصنيف ديال المغرب في السلامة الطرقية تنلقا بأنه المغرب مصنف يعني يا اما نصف تاني ديال الدول يا اما اننا بغينا في اللول ديال التولوت الاخر عنا بغينا نوصله للتولوت الاول فلذلك قصنا يعني نعمله بجدية باش نسرعه تفعيل ديال الاستراتيجية ونقومه بتقييم ديال هاد الاستراتيجية وتنطلب هاد الفرصة باش نقول بأنه الوكالة را تتنجز حاليا ديراسة ديال تقييم باش نقدروه ان يعني نصلحوا الاخفاقات اللي كانت في الفطراء الاولى ونبقاوا متشبتين بهذا الهدف هذا ديال تقليص بالنصف ديال عدد الموتع للطرق يمكن ماشي في عضون 26 كيف كانت بغيها الاستراتيجية الاولى بحيث انه في خمس سنين الاولى ما توصلنا شي للنتيجة ولكن في عضونا 2030 و2030 هو التاريخ اللي دوليا الوامس بغيها يعني توصل لهذا الهدف ايضا بالنسبة للتطبيقات المشكلة ديال التطبيقات المشكل يعني ديال التقنين ديال النقل عبر التطبيقات تقنين ديال النقل عبر التطبيقات ما يمكننا نقوم به الا ليكونوا جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارة اجراء كبيرة صغيرة من حافلات مستعدين باش هذا النقل هذا يدخل للسوق قصنا نعرفوا بانه المنظومة ديال النقل ديالنا في المغرب عندها خصوصيات والتاكسيات الكبر والتاكسيات الصغيرة تقوم واحد حينما جد مهمة بالنسبة للمواطنين المغاربة لانهورا هم هم اللي يتينقلوا القسط الاكبر ديال النقل الجماعي في المغرب خلافا على بلدان اخرى اللي عندهم بزاف ديال الطبيسات اللي عندهم من الميترو اللي عندهم تراموي الى اخرى احنا في المغرب نطلقنا ايضا في هاد التنقلات الجديدة اه الوزارة تتعمل اه باش نطلق في واحدة الدراسة اللي متعلقة بال اه اه وضع واحد تصور مستقبالي ديال التنقلات على المستوى اه المملكة ككل وضمن يعني الحلول او القضايا اللي غادي ينزل بها هاد الميطاق هو كيفاش بغينا نتعاملوا مع هاد طرق الجديدة ديال التنقل اه والاسيامة اه داخل المدار اه الحضاري ام بالنسبة لقانون المقايسة قانون المقايسة عند الامانة العامة اذن هذا غادي تتبع المسطرة دياله ما يمكنش نقول شي حاجة اخرى اكثر من منها بالنسبة للنقل المزدوج النقل المزدوج والحوادث ديال النقل العمومي ككل هو اه الحوادث ديال النقل العمومي تتكون جد مؤلمة اه لانه فاجعات جماعية تيموتوا فيها بزاف ديال الناس وحنا بالطبع تنتقلموا وبعد المناسبة يعني تنعزيوا الموتدينا على الطرق كل يوم وتنطلبوا بالشفاء العاجل لجميع الناس اللي تتصابوا وهذا هو لتيبين الاهمية على سبيل المثال ديال اعادة لهكالة ديال التكوين لانه العامل البشري هو العامل الاقوى اللي تقتر على السلامة الطرقية بالنسبة للنقل المزدوج المغرب اخدا واحد التوجه واضح في ما يخص الجهوية المتقدمة تنقلات داخل الجهات من اختصاصات الجهات لانه هي الاقرب لاشكالات ديال المواطنين في التنقلات الجهوية والنقل المزدوج من ضمن او النقل داخل المناطق القراوية من تنقلون النقل المزدوج هو النقل العمومي داخل المناطق القراوية ضمن وسائل النقل اللي خصها تأثر من طرف الجهات وبالطبع تتبقى الوزارة مستعدة باش تواكب الجهات باش تلقى الحلول للتنقل ديال المواطنين داخل الجهات هذا النقل المزدوج تخلق في 82 لواحد المغرب ديال 1982 وحل واحد العدد ديال المشاكين اليوم ما بقى شي يعني تشكل الحل الأنسب لتنقل في هاد المناطق اما بالنسبة للحوادث ديال هاد النوع ديال النقل هي ما عند يعني ما مختلفاش عن الحوادث الأخرى غير انه هادي تكونوا فيها بزاف ديال الناس اللي تكونوا راكبين وبالطبع تتكون جد مؤلمة تتبقى القضية ديال السلامة الطرقية في المغرب قضية مشكلة شمولية وخص حل متكامل ونرجع غير الأعميدة ديال الاستراتيجية الوطنية باش نذكرها كينين خمسة كين تحسين الأمن ديال البنية التحتيات الطرقية تحسين الأمن ديال المركبات تحسين تصرف ديال المستعملين ديال الطرق عبر ثالثة ديال الأوراش اللين هما الورش ديال التكوين الورش ديال التحسيس والورش ديال المراقبة العمود الرابع هو تدخل بعد الحوادث والخامس هو حكامة التدبير بشكل عام فهذا الاستراتيجية حنا تدعملو عليها باش نفعلوها وتعطي النتائج ديالها تعطي النتائج ديالها بالنسبة لجميع المستعملين ديال الطريق ومنهم بالطبع النقل الجماعي وفي القاضية ديال النقل الجماعي بغيت نقول حاجة أخرى تنعتمدو على جوج الحوايج جد مهمة أولا تكون ديال السائقين ما شغل اللي عنده البيرميت يقوم بالنقل الجماعي قد تكون عنده البطاقة المهنية باش يعرف المسؤولية دياله لأنه هذوك الناس اللي ركبين معاه مواطنين مسؤول عليهم والقاضية التانية هم أنه العربات أو المركبات اللي تستعمل للنقل الجماعي راتت تمشي للفحص تقني كل 6 شهور واحد العدد ديال الحوادث اللي تتجي ولي تتشوفوا انتما يعني كصحفيين اللي تتوقع وتتنسب النقل المزدوج هي غالبا ما تتكونش نقل المزدوج تتكون عربات غير مؤهلة وغير مرخص لها قانونا باش نقل الناس وتنطيحوا في ذاك الكواريت وهنا بالطبع المطلوب هو تشديد المراقبة على هذا النقل هذا الغير المقنع والغير الشرعي من طرف يعني المراقبين ديال الوزارة من جه ولكن ايضا من طرف درك الملاكي وقضي اخرى ايضا النقل المزدوج انتظارا للتدخل ديال الجهات في كل جهة باش تبني البرامج ديالها ديالتنقلات داخل الجهة فالوزارة تدعم تحديث ديال المركبات وهذا السنة ان شاء الله غادي نزيدو في القيمة ديال هاداك الدعم بما يقارب عشرة ديال المليون ديال السنتيم لكل مركبة تجددت كانت جديدة او تجددت بشي وحدة اللي عندها قبل المنسبة سنين القاضية ديال المزارعين وديال النقل الدولي احنا حقيقة كوزارة بالطبع تنتبعوا واحنا طبعا الباب ديالنا مفتوحة المقاولة ديال النقل الدولي اللي تضرط مع المشكلة هادي ولكن هاد الساعة الحل ديال درر اللي اوصلهم تتدبر مع القطاع الخاص فيما يخص تأمينات ديال النقالة اللي وعلوم هاد المشاكل سنظر انني اتبديت على العجوب شكرا شكرا سيد الوزير على الاجابات الى اسمحتوا لي الان بخصوص الاسئلة ذات الطبيعة العامة يمكن نقدر نجمعها في ثلاثة ديال العناويل الكبرى كان عنوان كبير يتعلق بالدعم الاجتماعي وعنوان كبير يتعلق بالحوار الاجتماعي وكان عنوان تالي يتعلق بالامطار والتداعية ديال نبدأ بالامطار خصوص الامطار الاخيرة صحيح ان الحكومة استبشرت خيرا بهذه الامطار لكن يجب ان نبقى يعني نعرف الحجم ديال الامطار راح نمازال ما وصلناش لمعدلات الوطنية بخصوص التساقطات يعني التساقطات هي ايجابية مهمة هي متفاوية حسب المناطق خاصة في الاقاليم ديال الشمال مهم جدا غتعاون وغتساعد في توفير في الزراعة الرابعية هذا ايضا مهم جدا غتساعد الاشجار المتمرة هذا ايضا مهم جدا غتخفض الكلفة ديال الفلاح ديال الري والسقي هذا كله ايجابي لكن يجب ان نعرف باننا لا نزال في وضعية يعني صعبة على المستوى ديال التساقطات المطارية لذلك يجب حتى الى بغينا نتابه الحجم او الكميات لدخلات السدود في المرحلة الاخيرة لقوا بانها هي نساب ضعيفة جدا لذلك نبقى متفائلين الامطار ديال هذه الفطرة الرابعية هي مهمة جدا والأطار ديالها كبير لكن ايضا يجب ان نعترف باننا مازال في وضعية يعني صعبة على المستوى ديال يعني السدود بخصوص الاجراءات اللي كتتم على المستوى المجال الترابي كل منطقة وكل مجال الترابي يتخذ الإجراءات حسب الوضعية المائية اللي كتعرفها هذا الحوض ولا هذه المنطقة هذه بخصوص الحوار الاجتماعي اللي انطلق يوم التولة بقي جوج دياللقاءات آخيرة ستكون في الغد إن شاء الله لنقدر نقول بشكل عام في انتظار أن نستكمل هذا الورش المهم هو أنه بداية هناك يعني رغبة لدى الحكومة في الانخراط الجدي في هذا الحوار الاجتماعي وأيضا لابد أن نسجل بأنه الحكومة التزمت بمأساسة الحوار الاجتماعي وبقد يعني منطلق في هذا المصار هذا دي لمأساسة الحوار الاجتماعي صحيح أنه سبتمبر لم نتمكن من عقد الجلسة ديالسبتمبر نظرا للظروف الاستثنائية اللي عرفتها بلدنا والمتمثلة في الزلزال للحوز لكن عودت الحكومة ومعها المركزية النقبية للنقاش هو يعني كي أكد مرة أخرى الرؤية تشاركية التي تعتمدها الحكومة في معالجات مختلف الملفات وأيضا في الرغبة لدى الحكومة في الوصول إلى حلول من أجل دعم الطبقة الشغيلة ببلادنا الموضوع ديال الدعم الاجتماعي قلتها في هذه ندوى الصحفية ما فيها بس نأكد مرة لا علاقة له الدعم الاجتماعي لا علاقة له بأمتضمن أمتضمن هو منظومة اجتماعية حدد لها المشرع وحددت لها الحكومة العتابة ديالها والإجراءات والمساطر ديالها الدعم الاجتماعي نفسي هو واحد لمنظومة المتكاملة من ناحية القانونية وأيضا الحكومة حددت لها المساطر المؤشرات المؤشرات اللي كينا في أمتضمن المعروفة والمؤشرات اللي كينا في الدعم الاجتماعي لم تتم مراجعتها لا 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 الخدمات الصحية للقطاع العام بالمجان يستفيدون من الخدمات ديال القطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين وجميع الأجراء الغير العاملين غير الأجراء بمعنى أنهم اليوم يستفيدون من جميع الحقوق بالإضافة إلى أنهم يستفيدون من الاستشفاء في المستشفيات العمومية بالمجان نمشيوا الآن للدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي نحن اليوم في حوالي ربعات المليون عوضات شهرية رحنا تقريبا وصلنا يعني ربعات المليون أسرة إذن هذا الدعم الاجتماعي الآن عنده منظومة دياله عنده مرسوم يحدد كيفية الاستفادة فلنقدر نأكده أنه هذه العملية تسير وفق ظروف جيدة وجيدة جدا القضايا المرتبطة بما جاء في المادة 13 من القانون 091 المتعلق بالحماية الاجتماعية سيد رئيس حكومة تكلم على هذا الموضوع من أجل تمويل الشق الآخر لمرتبط لأن التمويلات تكلم عليها القانون 091 تكلم على التمويلات المتأتية من الميزانية العامة من إصلاح صندوق المقاصة إلى غيرها فهذه كلها إجراءات تكلم عليها السيد رئيس الحكومة في البرلمان في أثناء الإعلان على هذا الورش الملكي الكبير الحكومة الآن تتمين هذا الدعم الاجتماعي والأطار دياله على هذا الأسر المعوزة التي تستفيد منه الآن شكرا لكم